بسم الله الرحمن الرحيم ألا تتعوف الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تقسر الميزان والأرض يزعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأطمام والحب ذو العزف والريحان فبأي آلاء وبكما تكذبان خلق الإنسان من شمسان كالفحار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء وبكما تكذبان رب المشرقين ورب المهربين فبأي آلاء وبكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء وبكما تكذبان وله الجدار المشأة في بحر كالآلام فبأي آلاء وبكما تكذبان كل من عليها صار ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكام فبأي آلاء وبكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء وبكما تكذبان سنسرع لكم أيها السقلان فبأي آلاء وبكما تكذبان يا ناشا الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أكبر السماوات أن تنفضوا من أكبر السماوات والأرض فنفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء وبكما تكذبان يرسل عليكما سواي من نار ينحاس ثلاثا تشوان فبأي آلاء وبكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت يودة كالدهان فبأي آلاء وبكما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنبه إرس ولا جان فبأي آلاء وبكما تكذبان ينوفر مجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواشي والأقدام فبأي آلاء وبكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يكوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء وبكما تكذبان ولمن يخاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء وبكما تكذبان فبأي آلاء وبكما تكذبان متكئين على فوش بكما ولمن يخاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء وبكما تكذبان فبأي آلاء وبكما تكذبان هل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء وبكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء وبكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء وبكما تكذبان فيهما عينا من الزاحتان فبأي آلاء وبكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وغمان فبأي آلاء وبكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء وبكما تكذبان هل جزاء في الخيام فبأي آلاء وبكما تكذبان لم يتمسهم إنسوا قبلهم وناجان فبأي آلاء وبكما تكذبان متكئين على غصف خزر وعبقري حسان فبأي آلاء وبكما تكذبان فبأي آلاء وبكما تكذبان فباك اسم ربك بالجلال والإقرام